اعلب اللايك يا بيه، احنا عايزين نسبت الفيديو على المنصات وينتشر صوت الحق والعدل والضمير الحي يجب أن ينتشر على السوشيال ميديا مش كفاية مش ينتشر على الفضائيات، ينتشر على السوشيال ميديا ادرب اللايك يا بيه بعد إذنك، أهله لايك يا عم المصطفى يا حجازي ادرب اللايك يا غاني، أيوك كده، ضربة في قلب عدوك، ضربة في قلب عدوك اللي مزعلك او الله حسبنا الله نعمل وكيل فيهم اجمعين وافوض امري الى الله ان الله بصيرهم بالعباد اللهم اخوذهم ارزا عزيزهم مكتدر يا رب العالمين خلصنا منهم يا رب طيب ثلاث صفقات يركز عليها نادي الزمالك لتحسين وضعهم في جدول الدوري خاصة وان الخواجة قال لهم انا عاوز مهاجم صندوق عاوز مهاجم صندوق قلتلك على احمد ينزل ريان روح تبقبولي ابوكا قلتلك مش عايز ابوكا ابوكا مش غلح لجي زي بقال اسطورة اوكي لابن معاطزك دلوقتي عاوزين ناصر مانس ناصر مانس نادي الزمالك ووكلاء نادي الزمالك المقاربين فاتحين حوار مع ناصر مانس مهاجم نادي البنك الاهلي الذي يلعب غضل امام قلعة الحمراء وجايله العرض قبل اللعب قدام القادل للتقلق والابداع وتقديم اوراق اعتماده لده جمهر القلعة البيضاء طيب سيابة الوقت اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي في تواصل تليفوني معه اكد انه لم يصل اليه اي عارض وانه لن يفرد في ناصر مانس وان حالة البنك الاهلي الذي كان يعمل في التواجد بين الارباع الكبار هذا الموسم بعد الدعم وفاتح الخزائن للكابتن خالق جلال والكابتن جريم حسن شحادة وهو ما لم يحدث وما تم بناء عليه اقالة خالق جلال ومن بعده حين مطران والان مع المدرب الشاب الموهوب امير عبدالعزيز وانا اتمنى له التوفيق بإذن الله تعالى يعني مش هيسيبه حد قالك مش هنسيب اي حد من الفرق احنا عاوزين يتمسك باللعيبة كلها لكن ناصر مانسي يرغب في الرحيل على القلعة قلعة البنك لما شفتش حد يرد بيسيب الفلوس ويروح للارصدة المحبوزة عليها غيرك انه عموما ربنا يجيب الخير اعلى باللهك يا بي بعد اذنك صلى على حبيبك النابي اعلى باللهك يا بي بعد اذنك اعيبه يا بي احنا بنشحط لايقات وشيرات وبنصلي على النابي وبنقولكم صلى على النابي عشان الطلب قولنا لايقات ايا بي مليك صلى على الحبيب قلبك يا طيب طب اللعيب التانى مين اللعيب التانى عبدالله السعيد الذي وعدى ورئيس نادي الزمالك الذي وعدى ورئيس نادي الزمالك مش عمال حميد محمد su remb ربنا يكرمك وكل من يضرب اللايب وكل من يتابعنا ب féذن الله تعالى عبدالله السعيد لعب نادي الزمالك وعدى وانهاء صفقته بالتواصل معها سعادة سالم الشمسي سعادة سالم الشمسي مالك نادي بيرامدس قال خلاص سيقول الصفقة دي أنا خلاصها مع سالم سالم حبيبي وعلاقة به طيبة وهيتواصل معاه وبيضغط بكل الأشكال للحصول على خدمات عبدالله السعيد الذي يرغب في ارتداء الفانيلا البيضاء واللعب للقلعة البيضاء الجهاز الفني والجهاز الإداري ومدير الناد الرياضي كابتن هاني سعيد قال أن عبدالله السعيد مش للبيع لكن مرتضى عنده علاقات مميزة لو نجح في الوصول إلى سعادة سالم الشمسي ووعده وقال له عبدالله السعيد لك ومش لحد تاني يبقى خلاص قبل الشهر دي بقى عبدالله السعيد لك لكن أشك في ذلك ليه؟ لأن سعادة سالم الشمسي يمنح الجهاز الإداري وإدارة النادي المسئولية الكاملة في إدارة شؤون النادي ولا يتدخل في مثل عزوز أمور واللي بيكلمه بيقوله كلم من ضعي طيب لايك وشيره صلى على الزين يبقى الصفقة السلطة التي يركض لها الزمالي مع ناصر مارو ومع عبدالله السعيد هو أحمد القندوسي لاعب نادي وفاق السطيف الذي تمسك نادي وفاق السطيف بالحصول على مليون ومثين ألف دولار كاش مليون ومثين ألف دولار كاش للتفريط في النجم الجدائري الموهوم للقلعة البيضاء هل يفتح نادي الزمالي خزائنه لدعم صفوفه لانتقالات الشتوية أم يظل الوضع على ما هو عليه بسامسون وابراهيم نضاي وبعمر السيسي ومصطفى الزناري والذين لم يقدم ومصطفى شلبي وهذا الخماس بجانب زكري الوردي لم يقدموا أوراق اعتمادهم لجمهير نادي الزمالي وللقلعة البيضاء ولو خبراء كرة القدم في مصر والعالم العرب الذين يتبعون الدور المصري شايفينهم كلها صفقات في شينك دمتم في أمان الله